اشتركوا في القناة من ربنا يوماً عبوثاً قمطعيراً فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً فضيل الشيخ محمد فريد السنديوني المقامات والانتقالات النغمية المستحيلة الصعبة هذا الرجل صوت عميق يبدأ بقرار بيات يصعد للرابعة يرتكز على رست ولا يطل فيه ولكن سرعان ما ينتقل إلى شقيق الرست مقام النهواند طب لماذا النهواند على نفس الدرجة مع الرست هل هذه قاعدة موسيقية؟ نعم قاعدة موسيقية من أين أخذت؟ من الترتيب القرآني الرست يعبر عن البشرة النهواند دائماً تذهب إليه أفكار القراء في وصف الجنة لأنه مقام حالم وناعم فمطيع فلهذا نجد أن النص القرآني البشرة ثم تليها وصف البشرة إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابه وكواعب فلابد القارئ بعد أن يبشر أو يذهب إلى مقام الرست تلقائي سيذهب إلى مقام النهواند الشيخ محمد فريد السندوني كان عبقره نغام نقول ببساطة درس علم النغم بتمكن وتميز حينما يذهب إلى مقام النهواند يعلم جيداً أن هذا المقام هو أكثر المقامات فروعاً فينتقل ما بين النكريز والنكريز مقام صعب جداً ولكنه يقوله ببساطة وهذا نموذج لمقام النكريز وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ قَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَنْ يَرَمِيمُ الشيخ محمد فريد السندوني بحق نقول وبكل بساطة ملك المقامات